في حين تقول اوكرانيا انها تحارب روسيا نيابة عن الغرب يقول الروس انهم يحاربون نيابة عن العالم. ففي اكثر من موضع اكد الرئيس الروسي ان جزء من معركته مع الغرب يتعلق بالحفاظ على القيم. وفي مواضع اخرى قال ان كل المعركة كذلك اي حرب قيم. والحقيقة ان هذا ايضا كلام الطرف الاخر نفسه. فالمستشار الالماني تشولتز قالها هو الاخر صراحة ان حرب الغرب مع الروس هي معركة قيم. وحتى الامريكيون انفسهم يؤمنون بذلك. ولفهم هذه المعركة وحيثياتها سنشرح لكم القصة من بدايتها. غالبا تعتبر المصالح الاقتصادية والسياسية المباشرة بمثابة البوصلة التي تقود وتوجه دفة الحروب في العالم وعلى مدار التاريخ. تماما كأن تغزو بلد كبرى بلدا اخر للاستحواذ على ما فيه من خيرات ونعم. كما حصل في الغزو الاوروبي لافريقيا على سبيل المثال. او حتى بالغزو الامريكي للعراق. لكن هذه المعركة النصر فيها كان سيعتبر سرقة علنية لولا ان حربا اخرى تكون مرافقة له. وهذه الحرب الاخرى تتعلق بالهوية والثقافة والافكار والقيم. وعادة ما يستخدم لوصفها مصطلح الغزو الثقافي الذي بات في العقود الاخيرة لا يتطلب شن الحروب العسكرية. فادوات الحروب تطورت. وظهر ما يعرف بالقوى الناعمة التي تكون الاسلحة فيها ليست كتلك التي تأتي على شكل دبابة او صاروخ باليستين. حتى ان رصاصة واحدة قد لا تطلق بهذه الحروب. وغالبا يستخدم فيها الاعلام بكافة وسائله والفن بكافة اشكاله والادب بكافة صوره والثقافة بكل ما يعبر عنها. حيث هذه المعركة ثقافية بامتياز. تعني ان يتبنى الطرف الاخر ثقافة الطرف الاول او ما يريده له هذا الطرف ان يتبنى. وربما يتساءل احد ما ما العائد على الدولة التي تجعل غيرها يستورد ثقافتها. وما الذي ستستفيده من امر كهذا? والاجابة بالتبعية. فارتباطك الثقافي بطرف اخر يعني تبعيتك له. كما حصل طوال عقود واكثر في العلاقة بين فرنسا وافريقيا على سبيل المثال. وبالمحصلة فان مثل هذه المعارك تكون مجدية اكثر من تلك التي تستلزم دقة الطبول وتحريك الجيوش وافراغ المخازن من الذخيرة. ولكي نختم هذا الجزء من حديثنا يكفي التذكير بان امريكا لم تصبح الدولة الاقوى في العالم. لانها فقط تمتلك اقوى الجيوش او اكبر الاقتصادات. وانما لقدرتها على تسويق ونشر نموذجها الثقافي والقيمي. والذي وظفت لاجله كافة ادواتها الناعمة. لكن في كثير من الاحيان يصطدم نموذج بنموذج اخر فتصبح الحرب لازمة. والحرب هنا المقصود بها العسكرية. تماما كما يحصل الان. ومن هنا ننطلق للحديث عما يجري من حرب بين روسيا والغرب. والحقيقة روسيا ليست الطرف الوحيد المضاد للغرب في هذه المعركة. وهذا ما سنشرحه لك هنا. لكن من البداية شهدت سنوات القرن العشرين تنافسا محموما بين نموذجين فرض وجودهم على العالم اجمع. الاول شيوعي اشتراكي قاده الاتحاد السوفيتي نموذج يحوي رؤية سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية شاملة. في مقابل نموذج غربي الرأسمالي والابرالي تقوده الولايات المتحدة وهذا ايضا كان يضم نظرة شمولية تسعى امريكا لفرضها على العالم. وقبل حسم المعركة بين الطرفين انقسم العالم بين هذا النموذج وذاك. حتى السقوط الكبير لاتحاد السوفيات مطلع تسعينيات القرن الماضي. حينها خرج رئيس الولايات المتحدة الامريكي جورج بوش الاب انذاك يعلن ان ما اسماه العالم الحر قد انتصر ولم يعد له من منافس. ولنتوقف قليلا عن كلمة الحر. فالحرية هي القيمة التي يقوم عليها المشروع الغربي او هكذا يدعون. اقتصاد حر وديمقراطية تقوم على حرية الاقتراع. اضافة الى حرية شخصية تمنح الفرد مساحات واسعة لم يكن ليحظى بها في ظل نظام شيوعي يحكم قبضته على الجميع. او حتى كما في العصور السابقة في ظل حكم الدولة الدينية. حين كان رجال الدين من يحكمون حتى حياة الافراد الشخصية. وهذه الحرية الغربية تحولت لاحقا لسلعة تسعى امريكا لترويجها للعالم اجمع بما فيها دول معسكر الشرقي المنهار. فحتى الصين التي ظلت الوحيدة المتماسكة ولم تنهار بعد انهيار الام في موسكو هي الاخرى فتحت اقتصادها وسمحت بنوع من حرية التملك والتجارة وان ظل تحت رقابة الدولة. لكنها بشكل او باخر خضعت رياح التغيير القادمة من الغرب. وفي قلب موسكو نفسها راعية الشيوعية السابقة هي الاخرى استقبلت رياح التغيير هذا ما تسبب في حالة ارباك في الداخل الروسي. فنمت طبقة من الاوليغارشي الرأسمالية. كما تنفست جماعات المافيا وتكونت اللوبيات. وحتى ان انتخابات ديمقراطية جرت في البلد الذي لم يعرف يوما ما معنى صندوق الاقتراع. هذا بالاضافة لما جرى ببقية بلدان المعسكر الشرقي الاخرى التي لابست الثوبة الامريكية وباتت غربية الهوى والهوية. امر دفع بحركة اخرى الى الواجهة وتحديدا في روسيا. لا تنادي بعودة الشيوعية وانما تنادي بالهوية الروسية. وهذه الهوية الجديدة جزء منها قام على فكرة الدين الذي حربته الشيوعية لعقود. والمذهب السائد في روسيا هو الارثوديكسي الذي لم ينجر كثيرا للتغييرات التي طرأت على كنيسة كاثوليك في روما وظل متماسكا ومحافظا على قيم كثيرة. ويمكن القول ان تيارا محافظا اما في روسيا بات الرئيس بوتين الان ابرز من يمثله ويقوده. ليتوسع لاحقا ليصبح هذا التيار الروسي يمثل ما يشبه التيار الاوسع في العالم والذي يرفض النموذج الغربي. وهنا ايضا سنتوقف قليلا. فالرفض للنموذج الغربي ليس فقط لان امريكا تسعى للهيمنة على الاخرين عبر نشره. وانما لما فيه من ضرب لقيم صمدت طويلا في مجتمعات كثيرة. ولضرب مثال يوضح ذلك. قضية المثليين مثلا التي باتت سلعة الغرب الاولى التي تسعى لترويجها. طرجت الكنيسة الكاثولوكية للاعتذار لهم العام الفين وستة عشر. ومؤخرا الكنيسة الانجليزية خرجت لمباركة زواجهم بعد ان اعتذرت لهم وبعد رفض استمر لست سنوات. وهذه القضية ترفض دول عديدة في العالم تبنيها منها روسيا نفسها. كذلك دول الشرق الاوسط والعالم الاسلامي عموما وحتى دول في افريقيا واسيا. في حين تشن عليها الالة الاعلامية الغربية هجوما لاذعا بدعوى تقويض الحرية ومعادات حقوق الانسان وغيرها. وهذا ربما ما يدفع بوتين في كل خطاب بالتذكير بان بلاده سترعى شكل الاسرة التقليدي الذي هو عبارة عن ذكر وانثى. وليس كما يريد الغرب ان تكون اسرة بمكونات اخرى. واكثر من ذلك وباستمرار المثال ذاته. قامت كندا مؤخرا باقتراح صرف عشرات الاف الدولارات للراغبين من موظف الحكومة بتغيير جنسهم. في حين واجهت انتقادات اللاذعة انها لا تصرف اية مبالغ للراغبين مثلا للعلاج من امراض القلب او السرطان وغيرها من الامراض التي تهدد حياة البشر. والمثلية فقط مجرد مثال لحرب القيم هذه بين الغرب وليس روسيا وحدها وانما منهم باتوا في صفها الان ويرغبون بان لا ينتصر النموذج الغربي كي لا ينفرد من جديد في حكم العالم. والحديث هنا عن الصين والهند التي تبدي تأييدا بات علنية للروس. وحتى الدول العربية التي رفضت عزل موسكو او الانخراط في عقوبات عليها. وكذلك القارة السمراء التي فتحت ابوابها للروس. كل هؤلاء باتوا خلف موسكو التي يقول رئيسها ان حربه ضد الغرب هي حرب للدفاع عن القيم. وفي طرف المقابل للغربيين الذين يقولون ان حربهم ضد روسيا هي للدفاع عن القيم. اذا هي معركة قيم. وربما تكون هذه القيم السبب في انقسام العالم من جديد بينما يرفض تبني ما تجود به قريحة الغربيين من افكار وبين الغربيين انفسهم. الذين باتوا يريدون الفرض على البشر حتى تغيير اجناسهم.